انتخابات برلمانية على الأبواب في العراق مشكوك بإجرائها في موعدها في شهر تشرين الأول المقبل رغم الزخم الدعائي الواسع لهذه الانتخابات محليا ودوليا والأسباب لذلك عديدة فمعظم العراقيين يتساءلون كيف لهكذا انتخابات أن تجرى في ظل سطوة السلاح الميليشياوي أو ما يسمى جزافا بالسلاح المنفلت وفي ظل وجود المال السياسي الفاسد المستخدمي للترويج لمرشحي الأحزاب الحاكمة ولشراء الذمم واستغلال حاجات الفقراء وما أكثرهم في العراق انتخابات يراد لها أن تجرى في ظل استمرار ملاحقة واغتيال المعارضين والمحتجين والناشطين المناهضين للعملية السياسية التي تصر قواها على إجراء انتخابات لا تتوفر فيها معايير النزاهة وتكافؤ الفرص للمرشحين وبمفاوضية انتخابات كلف أعضاؤها على أساس المحاصصة وبقانون انتخابات لا يصب إلا في مصلحة الأحزاب وفقا لبرلمانيين ومختصين قانونيين وكما هو التناقض في مسألة إجراء الانتخابات في الداخل يبرج تناقض آخر بشأن إجرائها على الصعيد الدولي ففي الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دعمها السياسي والمالي لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لتضفي لها المزيد من الشرعية يحذر مارتن هوت سفير الاتحاد الأوروبي في العراق من تأثير عمليات اغتيال الناشطين والمحتجين على إجراء الانتخابات كما يحذر هوت من عمليات التزوير المرجح حدوثها سواء على الصعيد التقني أو القسري مع مطالبات أممية خجولة للحكومة بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات ورغم أن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل ظروف الراهنة هو في مصلحة استمرار أحزاب العملية السياسية وميليشياتها إلا أن العديد من القوى والزعامات السياسية أعلنت انسحابها من الانتخابات المقبلة انسحاب عده مقربون من تلك القوى تجنبا لخسارة مدوية بعدما أفلست أحزاب السلطة سياسيا واجتماعيا